رئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بقصر للتحادية رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة والجهاز المصرفي أفرج عن بضائع بأكثر من 14.5 المليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي والتموين تعلن ارتفاع عدد معارض أهلاً لرمضان التي تم افتتاحها بالمحافظات إلى أكثر من 200 معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة العشرة بتوقيت جرينتش أثنية عشرة ظهراً بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من دي أم سي أهلاً بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم بقصر للتحادية أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي هذا وعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات اليوم مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات كما تناولت المباحثات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأعقب مباحثات شكري وبلينكين مؤتمر صحفي للوزيرين حول نتائج المحادثات بين الجانبين قال رئيس الوزراء دكتور مصفى مدبولي إن الحكومة والجهاز المصرفي أفرج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ مطلع ديسمبر الماضي وخلال كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا شدد رئيس الوزراء على أهمية المشاركة متعددة الأطراف وفتح الأفاق للفرص الاستثمارية كما أضاف مدبولي أن الدولة تتحرك بخطط شاملة لتأكد من توفر العملة الأجنبية في الأسواق كما أضاف مدبولي أن الحكومة أعلنت عن مبادرتين لتمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الألات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي بهدف دعم القطاعات الإنتاجية في سياق متصل أعلنت وزارة الزراع الإفراج عن 135 ألف طن من الزرى وفول الصوية بحوالي 91 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي وأقلت الوزارة إن الإفراج شمل 56 ألف طن من الزرى بحوالي 20 مليون دولار وحوالي 79 ألف طن من فول الصوية بقيمة حوالي 66 مليون دولار وإضافات أعلاف بحوالي 5 مليون دولار وبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 25 يناير للعام 2023 2.291 مليون طن منهم 1.594 مليون طن دولار و702 ألف طن فول صوية وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.154 مليون دولار مزيد من المتابعة حول هذا الشأن ينضم إليه عبر الهاتف دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ورحب بك معنا على شاشة دي أم سي في البداية دكتور طارق يعني تتوالى عمليات الإفراجات عن مستلزمات الأعلاف تفاصيل أكتر حول احتياجات السوق ووضع قطاع الثروة الداجنة والحيوانية في ظل هذه الإفراجات بسم الله الرحمن الرحيم مساء خير أستاذين ومساء خير لكل السادة مشاهدينك الكرام حضرتك نحن شايفين أن أزمة الأعلاف التي كانت ظهرت يمكن من حوالي 3 شهور وقد تن منقشته على مستوى عالي وبيتنوا متابعتها بكل دقة وشايفين أن الدولة المصرية وفرت العملة اللازمة الإفراجات التي تكفي من الدرة والصوية للخمات الموجودة في المواني ويمكن دوا بحضرتك بالفعل التدى يبقى فيه كميات متاحة في الأصواق ما فيش فيها شح ولا ندرة سواء كانت درة أو صوية أو أعلاف مصنعة ويمكن برضو تم تشكيل عدة لجان رقبية وتفتيش من قبل وزارة الزراعة مع وزارة التموين ومباحث التموين وشورة المسطحات وكافة الجهات الرقبية هذه اللجان تجوب كافة مراكز ومحافظات الجمهورية للتفتيش والرقابة والإطمئنان من أن الإفراجات التي وفقت عليها وقدمتها الدولة المصرية هي موجودة بالفعل بنشوف المستوردين بنشوف مخازن ومصانع الأعلاف بنشوف متاجر الأعلاف وبنشوف كمان أتى سيرات نقل وتدول الأعلاف يمكن رصدنا عدة مخالفات للقليل بصراحة ما بقولش يعني معظم المستوردين ومعظم المصانع والمخازن والتجار ملتزمين تماما بنلاقي بقى بعض المخالفات اللي رصدناها سواء كان حتى إحنا الإفراجات اللي إحنا أفراجان طاله والعملة اللي خدأ وافقنا عليها بسعر وهو بيبيع بسعر مغالفة أو دوة بيحول فورا للنيابة العامة لاتخاذ سفة الإجراءات وعمال شوالها عمليات حجب المنتجات أو مخالفات في الأسعار طبعا أو بيخبيها علشان يبقى فيها شح النهضرة ويغلي أسعارها دوت برضو بيتم مصادرة الخامات اللي معها على طوله بيتحول للنيابة اللي هو بيتعامل برضو من غير مستندات أو فواتير فبيبقى بيصعب عملية التتبع لكميات اللي تم الإفراج عنها وزعها فين والمين وبكام فدوت برضو بيتم التحويل للنيابة وإحنا حضرتك يمكن على مدار الساعة بنواصل للتفتيش والرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية زي ما قلت لحضرتك وأي مخالفة تتخذ معها الإجراءات الفورية في الحال ضد المخالف والمخالفة بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراع قالت وزارة التموين إن عدد معارض أهلا رمضان تخطط مئتي معارض بكل المحافظات حتى الآن وأشرت الوزارة إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى والنجوع إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين كما أشارت إلى أن الوزارة تتابع يوميا ضخ الصلع بتلك المعارض مؤكدة أن التخفضات تتراوح ما بين 25% إلى 30% أعلنت وزارة التموين ارتفاع نسبة توريد قصب السكر حيث وصلت إلى مليون وأربعمائة ألف طن شيرة إلى إنتاج ما يصل إلى 139 ألف طن من السكر وأكدت الوزارة أنه من المتوقع وصول نسبة توريد هذا العام إلى ثمانية ملايين طن قصب سكر لإنتاج ما يصل إلى 830 ألف طن سكر هذا العام وأضحت الوزارة أنها وجهت بسرعة سداد مستحقات المزارعين شيرة إلى أن النظام التحول الرقمي وميكنت التعامل مع المزارعين ساهم في ذلك من خلال صرف مستحقات المزارعين من خلال ماكينات الحاسب الآن قال الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء إن إجمالية المساحات المحصولية المنزرعة في العام 2020-2021 بلغ 9.6 مليون فدان مقابل 9.5 مليون فدان في العام 2019-2020 بزيادة بلغت نسبتها 1.5% وأشار الجهاز إلى أن مساحة محصول القمحة بلغ 3.42 مليون فدان بزيادة بلغت نسبتها 1.5 من 10% وبلغت كمية الإنتاج 9.8 مليون طن بزيادة بلغت نسبتها 8.1% بينما بلغت مساحة محصول الأرز 1.1 مليون فدان قال وزير الرأي هاني سويلم إنه تم تنفيذ 11 مشروعا في مجال الموارد المائية في إطار التعاون بين مصر وألمانيا وأشهد خلال لقائه بالسفير الألماني بالقاهرة بالتعاون البناء بين البلدين خلال السنوات الماضية واتفقت طرفان على التنصيق المشترك لإعداد دراسات فنية عن استخدام نظم الرأي الحديث في مصر بدلا من الرأي بالغمرة كما تم التباحث حول الدور الذي يمكن أن يقوم به الجانب الألماني في دعم مشاريع المياه ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمياه وتحقيق الأمن الغذائية مشيرا إلى قيم مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ السابق ناقشت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع ممثل البنك الدولي الوضع الراهن لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الذي تنافذه الحكومة المصرية بتعاون مع البنك بقيمة 200 مليون دولار ولفتت الوزيرة إلى تميز المشروع في الربط بين مواجهة تغير المناخ وجودة الهواء لمساعدة الدولة على المضي قدما في هذا الملف والإعداد لرسائل جديدة للسيطرة على استحابة السوداء الاستفادة من المشروع في تعزيز النظام والبنية التحتية الذي أسسته وزارة البيئة في مجال نوعية الهواء كما أكدت على أن تنفيذ مجمع العاشر من رمضان لإدارة المخلفات ضمن مكون إدارة المخلفات الصلبة بالمشروع سيكون نموذج رائد للتنفيذة حيث تم الانتهاء من وثائق العطاءات الخاصة بالبنية التحتية لمجمع العاشر من رمضان بقيمة 17 مليون دولار لليوم الخامس سيواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الرابعة والخمسين استقبال الجمهور وسط أقبال كثيف من الزوار ويقدم المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والفنية على مدار اليوم بقاعاته المختلفة وتتنوع الفعليات ما بين ندوات متخصصة في مجالات الأدب والتراث إلى جانب أمسيات شعرية ولقاءات مع شخصيات ثقافية المزيد من المتابعة مع الزميل محمد سعيد مراسل دي أمسي أهلا بكم مشاهدينا براحة بكل مشاهدي دي أمسي في كل مكان من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين يوم جديد وفعاليات جديدة في انتظار كل رواد المعرض حيث أجنحة مختلفة زي ما استعرضنا خلال الأيام السابقة وبالتأكيد كل المهتمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب يعلمون أن هناك أجنحة مختلفة وكل جناح يقدم خدمات متنوعة لرواد المعرض نحن الآن داخل جناح الأزهر الشريف داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب ونستعرضه سويا بصحبة الصورة ومعكم مشاهدينا هذا الجناح الجناح الخاص بالأزهر الشريف كما توضح الصورة بعض الأجزاء مخصصة لبيع الكتب زي منفذ بيع الكتب المخصص لبيع الإصدارات الخاصة من مجمع البحث الإسلامية والإصدارات الخاصة من الأزهر أيضا متحف المخططات أو المخطوطات أيضا نرى هنا البانوراما التي يتم استعراض عدد كبير من الفعاليات داخل هذه البانوراما أيضا جزء خاص لخدمة وتخديم المشورة للطلاب الوافدين في جامعة الأزهر الشريف ولكن من ضمن هذه الخدمات التي يقدمها الجناح الخاص بالأزهر الشريف في معرض الكتاب هو ركن الفتوى حقيقة خلال المعارض السابقة النسخة السابقة والتي كانت من قبلها كانت هناك تركيز على ركن الفتوى لأنها يقدم خدمات مختلفة للمواطنين تحديدا في الفتوى الكثير من أرواد المعرض يحتاجوا لبعض الفتوى في بعض الأمور الدنيا وبالتالي الحياة وجود ركن الفتوى داخل جناح الأزهر الشريف يعطي فرصة بالتأكيد لوصول المعلومة الصحيحة دينيا وعدم الغلو أو الاستماع إلى بعض الفتاوى المحرضة أو الفتاوى التي تكون غير صحيحة بشكل كبير الآن سندخل إلى ركن الفتوى داخل جناح الأزهر الشريف ونستعرض سويا عملية التعامل مع المواطنين ورواد المعرض هنا داخل ركن الفتوى كما تستعرض الكاميرا أو الصورة عدد مختلف من المشايخ يجلسون في انتظار رواد المعرض ومن يحب أن يتلقى أي فتوى أو يسأل في أي فتوى دينية معي الآن أتعرف بحضة لكم فضيلة الشيخ معنا على قناة ديمسي في البداية أحمد رمزي الصباغ عدو لجنة الفتوى بركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف رحب أكتبنا الدكتور أحمد وعايزين نعرف من حضرتك هنا في ركن الفتوى ما يتم تقديمه للمواطنين وكيفية التعامل معهم وإيه أكتر كمان الفتاوى اللي الناس بتحب تسأل عنها أو بتبقى حب أنها تتطلع لمعلومات أدقع ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف يعني انشأته لشيخة الأزهر الشريف للرد على الأسئلة والاستفسارات والفتاوى والمشكلات الأسرية وكل ما يخطر في بال كل إنسان بيمر في معرض الكتاب فهذه الخدمة المميزة حتى يعني يجيب على كل هذه الاستفسارات والتساؤلات طبعا الشباب والفتيات في مشكلات أسرية تتعلق بالطلاق والخل في مشكلات في المعاملات زي المعاملات الرقمية اللي هي عبر التداول الرقم على الإلكتروني في عندنا برضو أحكام وأسئلة بتتردد علينا في الإلحاد في التطرف الفكري أو التطرف الديني بطرفي التطرف الديني والتطرف اللا ديني سواء إلحاد أو إرهاب في البتين الفتاوى المختلفة من الشباب وما يتعلق بفترات المراكة عند البنات وعند الشباب والأحكام المتعلقة بكل هذه الأمور شكرا جدا فنم وبتوفي لكم في عمالكم إن شاء الله شكرا لك شكرا لك مشاهدينا ده كان جانب سريع من ركن الفتوى داخل جناح الأزهر الشريف زي ما احنا شوفنا الحقيقة مواجهة أتطرف بالتأكيد بتكون من خلال المتخصصين ومن خلال من يعلمونا الدين بشكل صحيح من خلال الأزهر الشريف وبالتالي تواجد ركن الفتوى داخل معرض قائرة دولة الكتاب عدد كبير من الزوار يوميا يكونون متواجدون هنا في هذا المعرض وبالتالي وجود ركن الفتوى يتيح فرصة كبيرة لبعرفة الدين الصحيح وتلقي المعلومة الصحيحة من المتخصصين دي ممكن كانت جولة سريعة داخل جناح الأزهر الشريف عودة مرة أخرى للسطوى قالت وزارة الصحة إن العيادات المتنقلة متواجدة بكل أنحاء الجمهورية للكشف المبكر والعلاج بالمجانة ووضحت الوزارة أن العيادات تضم كافة التخصصات الطبية وتكشفه على الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والاعتلال الكلوي وأضافت الوزارة أنها مستمرة في إطلاق القوافل الطبية المجانية لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة وأوضحت أن إطلاق القوافل الطبية مستمرة من اليوم وحتى يوم السادس عشر من نوفمبر بمحافظات الإسكندرية أكد وزير التعليم العالي أيمن عشور على أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأبحث عشور مع مدير إدارة النهج العالمي والتعاون الدولي بالمفوضيات الأوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة زيادة فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة والتركيز على تعزيز دور مصر في إطار دول البحر المتوسط وكذلك في القارة الإفريقية بجانب تنظيم العديد من ورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وذلك بهدف بناء القدرات ودعم التقديم والمشاركة في مختلف البرامج التي يمولها الاتحاد الأوروبي أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن قصفاً روسياً على مدينة خرسون في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من ستة وقال زيلنسكي عبر الفيديو إن الجيش الروسي قصف خرسون بوحشية طوال اليوم ما أسفر عن تعرض مستشفى ومكتب بريد ومحطة حفلات للتدمير فضلاً عن إصابة ممرضتين بالمستشفى مشيراً إلى أن هناك أكثر من ستة جرحة وثلاثة قتلى من المدنيين وفي سياق متصل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن بلاده تواجه وضعاً صعباً للغاية في منطقة دونتسك بشرق البلاد وطلب زيلنسكي دولة داعمة لبلاده بسرعة إمدادات الأسلحة وإتاحة خيارات أنواع أسلحة جديدة لصد الهجمات الروسية المستمرة على بخموت والسوليدار وأجزاء كبيرة من دونتسك كما أشار الرئيس الأوكراني إلى أن موسكو تريد إطالة أمد الحرب لإنهاك القوات الأوكرانية على حد وصفه ورياضياً يلتقي فريق البنك الأهلي بقيادة مدربه الجديد نظيره غزل المحلة في الخامسة من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولية ضمن منافسات الجولة السادسة عشر ببطولة الدور الممتازة ويدخل غزل المحلة المباراة وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد خمس وعشرين نقطة ما أما نادي البنك الأهلي فيأتي في المرتبة السادسة عشر برصيد اثنتين عشرة نقطة على بعد نقطة واحدة من حرس الحدود صاحب المركز الأخيرة إلى هنا مشاهدين الكرام نصلوا لختم هذه النشرة الإخبارية من دي أم سي شكراً جزيلاً للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة